السلام عليكم ورحمة باستقاء المبدعين معاكم خولة واليوم عندي موضوع لترتيب طاولتي هذه هي الطاولة الخارجية عندي طبعا كان فيها أغراض شوية فكل فترة وكل مشروع أبدأ فيه أتذكر شيء فيبه على الطاولة وأبدأ أشتغل عليه وحطه على زاوية فبدأ الأشياء طبعا تتراكم فوق بعضها فقررت أني أريد أعيد شوية ترتيبها أني يكون عندي مساحة عمل فاضية فقررت أني أدور على رفوف أصل الطاولات ولكن للأسف كان سعرهم غالي أو من مناسبين مع الطاولة اللي عندي فقررت أني أخذ رف للأحذية وطبعا دورت كذا شكل وطبعا يعني وصلني مات من نفس الله توقعته ولكن جيد طبعا حاليا أنا قررت أني أرتب وطبعا وانا أنظف وشل الأغراض أني أرتب وكذلك أنظفهم لأن في بعضهم فيهم غبار وخاصة الطاولة طبعا الطاولة بعد ما فضيتها يبت فوطة ومسحتها عدل وحتى في بقايا للألوان حاولت أني أخوزهم لأن الطاولة شوي يعني مبخشب أصلي فما يكون فيها مسامات وتنظيفها بالفوطة فيها مي يكون جيد واللون ما يعني الطاولة ما تتشرب اللون لما ينكب عليها فيكون تنظيفها شوي أسهل غير عن الطاولات النوع الثاني طبعا هني بديت أفتح الصندوق وطلع الأغراض وأشوف وين الورقة لتساعدني أني أركبها لأنه بصراحة ويد قطع وفيها القطع الحديدية أحجام ثاث أحجام وتلخبط وما عرفت وين أركبها يعني هذا وعندي هذا القطع البلاستيكية طبعا انصدمت فيها أنها خفيفة طلعت فأنا توقعتها أنها تكون من البلاستيك القوي فلما حط عليها الأغراض ما تتحرك لكن للأسف تحتها فيها أعمدة مثل ما تشوفوا أربع أعمدة اثنين يدخلوا في القطع البلاستيكية اللي تكون نفس السطح على الرف واثنين تحتها فالثنين اللي تحت شوي يعني نسوي لأزمة للأشياء الصغيرة ولكن لما يكون عندي مثلا صندوق أو علبة شوي واسعة فالموضوع شوي عادي يعني أنه ما تتحرك بس الأشياء الصغيرة تتحرك فهني طبعا أنا ركبت شوي الأساسي لتحت وقستها بعدين بديت أكمل الشغل طبعا الشغل كان شوي خض وقت ومتعب واسوي أغلاط فارد أفتحهم مرة ثانية فشوي خض مني وقت فقررت أني أيلس على الأرض وأكمل طبعا ما صورت لكم كل كل الخطوات لأنه مثل ما قلت لكم يا أخذ وقت فهذا آخر شي سويته طبعا الترتيب غير عن الترتيب اللي هم كانوا مسوينا ولكن جيد طبعا ممكن نغير نسوي الأرتفاعات بالطريقة اللي تحبوها وبعدين طبعا بدأت أرتب وأضفت وحطي تيب تشايديدة أشياء ثانية أو مشاريع اللي عفوا المشاريع اللي أريد أشتغل فيها في المستقبل تكون قدامي فأعرف شو أريد خطوة اليهاية وإشاء الله أأجلها بعدين وهذا كان فيديوني اليوم قصير وإن شاء الله يكون مفيد وممتع لكم ونلقاكم بإذن الله في فيديو قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة